نرجع للسؤال الأهم والتركية عمل كده ليه اللي بيتابع وبيقرأ ما يجري في تركيا يستنبط يعني تحليل يمكن ويصح انه يكون اقرب الى الصحة والصواب في تفسير الموقف التركي اول حاجة في تفسير الموقف التركي صلابة الموقف المصري مبدئية الموقف المصري قوة الموقف المصري ده يعني اولكش ان كنت ضعيفا مهزوزا ان لم تكن يعني ثابتا راصخا فيش طرف هيجي يقولك يقدم خطوات للاتفاق والتراجع عن سياسات العداء ونقعد على طربيزة طيب طيب نعمل شوفوا تعايزين ايه ما حدش هيجي لك الا انت قوي ثابت راصخ فده صلابة الموقف المصري هي رقم واحد في تغير الموقف التركي لكن برضو سؤال ما هو اللي بيدرس اردوغان من عشرين سنة من الفين واحد لازم يعرف انه اردوغان سياسي برجماتي نفعي يعني اخواني فيدور يدور حول مصلحته وبرضو في السياسة كده على فكرة برضو يعني انه بيدور حول مصلحة فيعملها وده يفسر لك كمان تحولات كتير في اردوغان يتحالف ويفوك التحالف يبقى مع كولين ويخلع من كولين ويهجمه وعايز يسجنه ويسجن جماعة فتح الله كولين كلها كان مع اربكان وبعدين مع السلامة يعني سياسي يعني يعني تقلبات وتحولات وتغيرات وانتقال من النقيد للنقيد ويعمل فيها الليبرالي وعلماني في الاول وبعدين يكلف فيها يبقى خليفة وكذا فمنطقية التحولات التحولات منطقية في عالم السياسة لكن كمان في العالم السياسة النفعية وفي عالم الاخوان اللي هو ثقافة جماعة الاخوان انه لا صديق ولا حليف للابد وانها تغير مصالحها وتنقلب تماما بلا زرة من خجل عادي جدا وتنظر لده عادي برضو لكن كمان على صعيد اخر بقولك المتابع للموقف التركي يلاقي لا في استنزاف للجيش التركي في المغامرات اللي اتعاملت في سوريا وفي غيرها اللي يعني اللي يقرى الارقام يلاقي اكتر من 30% لا يمكن اكتر من تلت الموازنة في تركيا او الناتج الاجمالي رايح على التدخلات العسكرية دي ففي استنزاف للاقتصاد ودى لانه برضو اللي بيتابع السياسة الاقتصادية والمالية في دول العالم ومنها تركيا هيناقي مثلا لسه من يومين او 3 رفعين سعر الفايدة ل 19% في البنوك ده معناه تضخم كبير يعني فيه ازمة اقتصادية فيه انتخابات قادمة برلمانية ثم رئاسية وهو عايز يغير في قانون الانتخابات وعايز يغير في الدستور لكن فيه معارضة ومعارضة كبيرة وبتتصاعد وبتتوسع او على اقل بتشاغب وبتأثر رغم كل يعني الانتهاكات حقوق الانسان اللي بيعملها هناك لكن دي لها حساباتها خصوصا ان المعارضة زعقة في مواجهة الوجود الاخواني والتواجد الاخواني لانه كمان لما تقرأ اردوغان وتقرأ تصرفاته وسياسته وموقفه الاخير تشوف ان الاخوان عبء على تركيا اخوان ما هو عبء على تركيا حقيقي عبء السياسي منعهم عن تطوير علاقتهم مع مصر ومع يعني غاز المتوسط وثروة المعطلة بالنسبة لهم في البحر المتوسط والاستثمارات الخليجية والعربية فعب عبء بكل تفاصيله يعني ومن ثم احنا وصاد المشهد بوضوحه كده في تركيا انه فيه كمان بعد مهمة او في بايدن الادارة الامريكية الجديدة ممتعدة من اردوغان وما بتديش الكارت الابيض اللي كانت بتديه او يعني الكارت الاخضر سميهه ما اذا انت عايز اللي كانت بتديه ادارة ترامب ترامب بالمناسبة له استثمارات كانت فيه تركيا واستثمارات تشارك فيها مع حليف اردوغان شخصيا يعني مهم بايدن تغيير السياسة ده هو بيضعف موقف اردوغان وبيضطره الى اختيار بقى يعني يدايا ده لا الملف هنا لا الملف هنا لا امريكا لا روسيا لا استمرار المغامرات العسكرية وعلى درجة المغامرة والابتزاز لباقي الدول المحيطة او الاعتدال والاندماج فيه او المشاركة فيه واقع قانوني واضح اسمه غاز المتوسط هو كمان مستنزف حتى في ليبيا فكل ده يوديه والملفات كلها بتتستف بناء على ادارة جديدة جات في البيت الابيض فكل طرف بيعيد ترتيب اوراقه ويزود مناطق قوته ويقلل مناطق ضعفه فبيض اللاعب اساسي في الاسباب اللي ودت الى الموقف التركي طيب نروح بها الى السؤال وبرضه مرة اخرى السياسات او السياسة لا تحكمها العواطف لكن كمان لا يمكن ان ندمج الشعوب مع الحكومات واحنا طول الوقت بنفصل ما بين الشعب وحكومته صحيح الحكومات المفروض انها منتكبة من الشعب وكل حاجة لكن في المحصلة ما ينفعش خلافات في السياسات وبين حكومات تقضي على العلاقات بين الشعوب حتى العلاقات الاقتصادية الرياضية الفنية إلى قائلة قائلة قائعة اشتركوا في القناة